يصنف مرض خشونة الركبة عند النساء من الأمراض التي لا يوجد لها علاج حتى اليوم لكن دراسة جديدة تقول إن كوبا واحدا من الحليب يوميا قد يخفف من أعراض المرض الدراسة التي نشرت في مجلة الجامعة الأمريكية للروماتيزم تشير إلى أن استهلاك الحليب يوميا يخفف من تقدم المرض عند النساء مقارنة بتناول الجبن الذي يفاقم العوارض ويقول العلماء إن الدراسة لا تنطبق على الرجال وإن منافع الحليب في مكافحة هذا المرض فريدة من نوعها ولم يتم تحقيقها عند استبدال الحليب باللبن وينضم إلينا هنا في الاستوديو استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور محيد دين الخطيب أهلا وسهلا بك دكتور بداية دكتور ما هو هذا المرض؟ مرض خشونة الربع خشونة الركبة هو بالحقيقة مرض يصيب الركبة غريبا يزداد مع تقدم العمر ما يحصل هو ألم بالركبة يحصل فيها طبعا بمرحل متقدمة بعض التشوه بالركبة صعوبة بالحركة ألم على الحركة لما تكون الحركة بكمية كبيرة أثناء النهار ألم يحصل ليلا أحيانا بعض الناس يلاحظون أنه كمان في تورم بالركبة بسبب زيادة السوائل فيها بسبب الخشونة اللي بتصير واحتكاك العظم على بعضه هو إصابة أو مرض دكتور؟ هو مرض تنكسي يحصل بالتريج مع الزمن ويزداد بشكل مضطرق هل ممكن أن يحصل بسبب إصابة معينة؟ ممكن حصوله بسبب الإصابات زي ما بعدي الكسور لما يحصل عدم انتظام بسطوح المفصل ويحصل الاحتكاك ما بين سطوح المفصل وهذا يؤدي إلى تدهور المفصل وخشونته وتآكله يعني عادة الخشونة لا تلتقي مع النساء إلا في الركبة لا موجودة بالرجال لكن عند النساء بالحقيقة تقريبا الإحصائيات بتقول له هو بالحقيقة ضعف الرجال بالركبة عالميا طب دكتور لماذا الحليب تحديدا؟ هناك مشتقات من الحليب تحتوي ربما على نسبة كالسيوم أكثر ربما الأمر لا يتعلق بالكالسيوم فقط الموضوع هو الموضوع حديث الموضوع لم يكن معروف في السابق الموضوع نتائجنا بناء على إحصائيات حصلت وإحصائيات على دراسات هي كما تفضلتم بالبرنامج الموضوع هذا حصل بالحقيقة أول ما نشر في أمريكا في بينجامب في بوستن لما أخذوا عين من النساء وعملوا من المرضى بشكل عام أخذوا حوالي 2150 مريض ما بين النساء ورجال طبعا وصنفوهم هذول كان عندهم خشون بالركبة لكن هنا درسوا التاريخ الغذائي السابق طبعهم وقرنوهم وأسموهم إلى زمر في بعض الناس لأؤون اللي عم يأخذوا مثلا من الكوب لثلاث أكواب والناس اللي عم يأخذوا من الأربع لست أكواب والناس اللي بيأخذوا فوق السبع أكواب للمفارقة أن الناس اللي عندهم هنا بالحقيقة خشونة ركبة لأوا أن الناس كلما زداد مقدار إخت كمية الحليب معاهم عم تخف موضوع تسارع أو مقدار تسارع الخشونة اللي هي حاصلة عندهم بالسابق طب ليش الركب دكتور؟ يعني لماذا لا يكون الكاحل؟ الدراسة كل المفاصل بالجسم معارضة للتنكس أو للتآكل أي مفصل موجود فيه غضروف أو سطح مفصلي مفصل يتحرك هذا خاضر للتنكس لكن مفاصل أكثر من غيره كل المفاصل خاضر على الإصابة لكن الأشعة هي المفاصل التي تحمل الوزن زي الركب وبشكل تاني هو مفاصل الحوض أو مفاصل الورك طب دكتور الدراسة تتحدث عن شرب كوب من الحليب يوميا ولكن دكتور هناك الكثير من الكبار من لا يستطيع شرب الحليب هناك من يعاني عندما يشرب الحليب الموضوع كما ذكرت هو موضوع حديث بالحقيقة على موضوع ولا يخص من الحصول التنكس أو التآكل بالركب ما يخص مقدار التسارع التنكس بالركب أو التآكل بالركب حصل لكن هو بالحقيقة هذا يتسارع مع الوقت بعض الناس يتسارع عندهم خلال سنة ويحصل من درجة أولى إلى درجة رابعة ويحتاج إلى عمل جراحي والبعض منه بالحقيقة يحصل بشكل أقل تسارعا بالعالم العربي ينتشر أكثر ربما لقلة الرياضة أو لأسباب أخرى أيضا دكتور غير التقدم في السن في العمال المؤهبة الأخرى بالحقيقة هو زيارة الوزن الناس اللي عندهم زيارة بالوزن بالحقيقة هنا مؤهبين وهذا بالحقيقة أحد الأخطار المؤهبة لتنكس المفاصل بشكل عام يمفيها الركبة المفصل هو بالحقيقة مفصل ميكانيكي بقدر ما تحمله من الوزن بقدر ما يحصل عليه الضغط بقدر ما يحصل عليه التآكل زي الألة الميكانيكية لكن فيه عناصر حية زي الخلايا اللي بتغطي الغضروف وسطيا عمرة حوال ما بين الأربعين للخمسين سنة تقريبا ولهذا السبب هذا ما يحصل بأوقات متأخرة بما الخلية كانت بتصير ضعيفة احتمالات لمن عم يعطوا الحليب أنه هل يغيروا بعمرة الخلية الغضروفية وعم يطول عمرة أكثر أو هو لما عم تصاب ويحصل فيها الانحسار عم أخر انحسار شوي لكن لا يلغي لا يوقف حتى لا يدركنا الوقت العلاج دبتور سفدالي كنت ودى نسأل عن الحركة هل كثرة الحركة أو قلة الحركة تؤثر أيضا؟ تؤثر بمقدار ما طبعا أنت جهد ميكانيكي أو فيزيائي على المفصل بقدر ما يحصل يتسارع التنكس بقدر ما تحط عليه زيادة من المزن بقدر ما يحصل التنكس هل تلجأ في العلاج إذا أردت تصنيفها لا تنصح بالجراحة هل تنصح بتبديل المفصل في فترة معينة أو شرب الحليب أو بالنهاية شرب الحليب هو بالنهاية وبنهاية المطافة الجراحة موجودة لكن الجراحة هي الخيار الأخير لما نحن نستنفذ الفرص من كل العلاجات بما فيها هو موضوع العلاجات البدائية البسيطة مثل مساكنات الألم مثل مضادات الالتهاب الغير الاستيروئيدي حينا نحتاج إلى بعض الحقن بالمفصل زي الاستيروئيدي أو بعض الحقن الأخرى لكن لما نستنفذ كافة الفرص والمريض لا يتحمل والمريض وصل إلى مرحلة نوعية حياته تغيرت صار لا يستطيع النوم صار موضوع تعامله مع الحياة صعب نلجأ إلى الجراحة في هذه المرحلة تسمحنا أن ننتقل إلى حديث نعم مع مايا ريدان عن الأسواق المالية والاقتصاد دكتور شكرا جزيلا لك استشاري جراحة العظام والمفاصلة دكتور محي الدين الخطي نحن و سهلا شكرا جزيلا